صباحكم سعيد مشاهدين الكرام مرحبا بكم في جولة الصباح الصحافية ولكن بعد الفاصل البداية من صحيفة الصباح العمل تقر ثلاثة قوانين خلال العام الاول من عمر الحكومة اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي وادخال قانون هيئة الحماية الاجتماعية الى حيز التنفيذ فضلا على فتح باب التعيين بصفة باحث الاجتماعي امام اكثر من الف خريج هو ابرز ما تم انجازه خلال العام الاول من عمر الحكومة الحالية المتحدث باسم الوزارة عمار منعيم قال ان اهم ما تم تحقيقه خلال العام الاول من عمر الحكومة الحالية هو اقرار قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي وان اهميتها تكمن في انه يضمن حقوق العمال اضافة الى انهما خطوة باتجاه القضاء على البطالة وتفعيل القطاع الخاص إلى صحيفة المشرق لنطالع فيها احتياطي البنك المركزي ينخفض إلى 60 مليار دينار قال محافظ البنك المركزي العراقي أن انخفاض إرادات النفط قلص احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى حوالي 60 مليار دولار تكفي لتغطية الاحتياجات الواردة في نحو 18 شهرا لثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبيك وتعرضت المالية العامة للعراق لضغوط هائلة بسبب انخفاض أسعار النفط منذ العام الماضي والحرب مع تنظيم داعش وتوقعت الحكومة عجزا ماليا بنحو 25 مليار دولار في ميزانية العام الحالي البالغة قيمتها حوالي 100 مليار دولار أما صحيفة المدى فقد جاء فيها دول المنابع لم تلتزم بالاتفاقات الدولية وسكان حوض الفرات يعيشون كارثة أكدت وزارة الموارد المائية أن الحكومة الحالية وصلت إلى طريق مسدود مع تركيا وإيران بخصوص زيادة حصة العراق من كميات المياه وقال مستشار وزير الموارد المائية مهدي رشيد أن الحكومة وصلت إلى طريق مسدود مع الجانب التركي في عملية الإطلاقات المائية وبدأ نهر الفرات يخلق كارثة إنسانية للساكنين على حوضه وأضاف أن الوزارة سعت بكل الطرق للتوصل إلى اتفاقات مع الجانبين التركي والإيراني مشيرا إلى أنه لم يعد هناك حل إلا اللجوء إلى الأمم المتحدة واتفاقاتها إلى الشئون العربية والدولية لنقف عند صحيفة الحياة السعودية مشروع قرار عربي يطالب إيران بالكف عن التدخل في الشئون العربية طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين إيران بالكف عن تدخلها في الشئون الداخلية للدول العربية والتي مشانها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وأكد المجلس في مشروع قرار مقدم من دولة الإمارات على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وأعرب المجلس عن إدانته للتدخل الإيراني في الشئون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار في صحيفة القدس العربي أستراليا تلتزم بالرفض الصارم لقبول اللاجئين القادمين بالقوارب قالت استراليا أنها ستلتزم بتعاملها الصارم مع طالبي اللجوء القادمين بالقوارب وذلك غدت إعلانها عن زيادة السوريين الذين تستقبلهم من مخيمات اللاجئين بمقدار 12 ألف لاجئين هذا العام وقال رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت أن آخر شيء نرغب فيه هو أن نكافئ المهربين وعملائهم وأفاد تقرير لهيئة الإذاعة الاسترالية بأن العدد الإضافي الذي ستستقبله استراليا من اللاجئين السوريين سوف يأتي من مخيمات بالشرق الأوسط حيث من المقرر أن يزور مسؤولون استراليون تلك المخيمات إلى صحيفة النهار لنطالع ما ورد فيها جوجل ستحجب إعلانات يوتيوب تشير معلومات إلى توصل شركة جوجل إلى وسيلة تسعى من خلالها إلى تقليل الضرر الحاصل جراء برامج حجب الإعلانات على موقع يوتيوب التي قامت بالتأثير بشكل مباشر على إرادات الشركة وبعض من خدماتها وتمثل برامج حجب الإعلانات منقذا كبيرا للمستخدمين على شبكة الإنترنت تقوم البرامج بحجب الإعلانات الدعائية في معظم المواقع التي يتصفحها المستخدم وسببت برامج حجب الإعلانات مشاكل عدة لأصحاب الصفحات التي تقدم إعلانات الدعائية والتي وجدت نفسها من المتضررين بسبب خفاض الإرادات أما صحيفة الراية القطرية فقد أوردت أصغر عارضة أزياء من ذوي الإعاقة روز فتاة استطاعت أن تكسر القواعد والشروط الخاصة بصفات الموديل الشكلية فعلى الرغم من إعاقتها العقلية والتي أعطت لها سيمات خاصة إلى أن ملامحها الملائكية حولتها من أصغر موديل في العالم فقد اكتشفت والدة روز إعاقتها الذهنية منذ ولادتها لكنها اكتشفت معها سر جمالها وابتسامتها التي ميزتها عن غيرها من الأطفال ومن هنا بدأت في نشر صورها حتى أقبلت عليها معظم ماركات الملابس الشهيرة لتكون الموديل الخاص بها للدعاية لأحدث تصميماتها أخيرا جاء في صحيفة الاتحاد الإماراتية توقيف رجل اعتدى على روبوت أوقفت الشرطة اليابانية رجلا ثملا هاجم رجلا آليا في متجر لخدمات الاتصالات الهاتفية بعدما استاء من خدمة الموظفين فيه والتقطت كاميرا المراقبة في المتجر صورا للرجل البلغ من العمر ستين عاما وهو يركل رجلا آليا يدعى ببير يتحاور بالصوت مع الزبائن ويجمع آراءهم في متجر شركة للاتصالات الخلوية ووقع هذا الحادث قرب توكيو وأسفر عن إصابة الروبوت ببعض الأعطال التي أدت إلى بطئ حركته وردود فعله هذا كل ما لدينا من صحف الصباح مشاهدين الكرام نعود إلى غولستان وباقي فقرات صباح سامرة شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة